لأنه يحافظ على خصوصية النساء تتجول سالي فؤاد في أروقته بشكل شبه يومي تشتري منه كافة احتياجاتها سوق النساء في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن أول سوق للنساء في شبه الجزيرة العربية تحتوي مدينة المكلة على أسواق أخرى أكثر تطورا لكن سالي تفضل هذا السوق كونه يبعدها عن التحرش الجنسي اللي يعجبنا نحن النساء أكثر شيء المصنوعات الذهبية والفضية الأساور واللي نشوف أنها بنقوشات مختلفة وألوان مختلفة ويعني ترضي كل الأدواق صراحة وحسب دوق الشخص نفسه كذلك الشيء الحلو في سوق النساء من اسمه النسوق للنساء فقط المئات من النساء من مناطق محافظة حضرموت يفدن إلى هذا السوق بشكل يومي من محافظات مجاورة لحضرموت يأتين إلى هنا أيضا سوق تتنوع محتوياتها من حناء وبخور وحلي ومجوهرات وملابس ومشغولات نسائية يدوية سوق النساء مناسب جدا يعني يجوه الحريم يشتروا من عندهم ونحن صراحة نحب نشتري من عند سوق النساء لأنه كل شيء متوفر عندهم يعني ما فيه اختلاط رجال يحتوي سوق النساء على مكتبة تاريخية وعدة مساجد وتعود نشأته التاريخية إلى فترة حكم السلطنة القعيطية قبل أكثر من ثمانين عاما نبيلاليسوفي التلفزيون العربي